أحد أهداف الجمعية مواجهة التحديات اللي يتواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحاول أن نجد لها الحلول طبعاً أنا ما راح أكمل راح أكمل على تصريح رئيس الجمعية أحد المشاكل أيضاً اللي تواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة مثل ما قلنا أنهم ممكن يوصول لمرحلة التعثر في بداية مشاريعهم وللأسف أن في بعض المستثمرين أو خنقول المؤجرين نتكلم في لغة المشروع الصغيرة في المجمع أهم من أصحاب المشاريع الصغيرة وأيضاً أهم ممولي من الصندوق الوطني فأعتقد أن هذا واجب على الجمعية وواجب أيضاً من الصندوق الوطني المشروعات الصغيرة أنه ينظر لهذه المشكلة ويحاول يجد لها حلول لأنه ليس معقولة الشباب مع بداية مشاريعهم يأجرون في الأماكن هذه خاصة أننا تقريباً نقول لنا علم أن الأمور هذه كلها تحدث في المجمع ولابد أنه يعني أصحاب مشاريع الصغيرة وهو بروحه يتعب وعلى ما يلقى لها مكان وعلى ما يأثثه وعلى ما يلقى لها أيضاً موظفين فدور الجمعية ودور أيضاً الصندوق الوطني أنه يبحث في هذه المشكلة ويجد لها الحلول علشان لا ندش مرة ثانية فيه تعثر يعني إحنا إذا خلصنا من مشكلة التعثر في الصندوق بسبب خنقول سوء الخبرة أو سوء إدارة المبادر حق مشروعة أو أيضاً عدم قدرتها المالية في إدارة المشروع نرد مرة ثانية فيه مشكلة اللي هو صندوق من البداية يعارف عنها أو خنقول عنده خبر في بعض المستثمرين والممولين منه في المجمع فنتمنى أنه نلقى الحل المناسب والأمثل الخاصة حق أصحاب المشاريع الصغيرة لأنه مو معقولة فيه بداية مشروعة وانطلاقته يبدأ بالتعثر وهو توا نبلش مشروعة وما أخذ المكان ونرجع مرة ثانية لنقطة الصفر اللي ترجعنا مرة ثانية حق أسباب خنقول الفشل أو التعثر فنتمنى أنه يعني حتى نصندوق يتخذ المشكلة هذه ونحاول نجد يعني أفضل حلول علشان نساعد أصحاب خاصة المشاريع الصغيرة